شارك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في حفل تتشين مشروع سند سمديني للتنمية الزراعية في مدينة بوبودي لاسو المهول من قبل الصندوق برعاية وحضور رئيس جمهورية بوركينا فاسو سعدة روك مارك ريستان كابوري ويدف المشروع إلى تطوير الانتاج الزراعي عن طريق بناء سد لتخزين المياه لأغراض الري هذا وقد قدم الصندوق معونتين فنيتين الأولى بقيمة 150 ألف دينار كويتي والأخرى بقيمة 64 ألف دينار كمساعدة فنية لسد باجري